يزاد التوتر يوماً بعد آخر في إثيوبيا مع التوقعات التي تشير إلى أمكانية سقوط العاصمة أديسة بابا على أيدي مسلحي التجرائي وسط مساع دولية نحو حل الأزمة تفاوضياً صحيفة لكرواء الفرنسية قالت إن أثيوبيا على حافة الهاوية ونقلت عن مختصين في القرن الأفريقي توقعهم من أن العاصمة ستنهار وأن المتمردين في انتظار الضوء الأخضر للاستيلاء على المراكز الحيوية في المدينة أما التيجرائي بحسب رأي المختصين فلن يدخل العاصمة بالضرورة لكنهم سيدعمون جبهة الأورومو ولسيماً أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجرائي هزمت بشدة خلال محاولتها للسيلاء على مدينة مل على طريق جيبوتي وذلك بسبب طائرات أديسة بابا المسيرة والمسلحة بالصواريخ التي قتلت منهم العشرات ومنذ إعلان حالة الطوارئ في الثاني من تشرين الثاني زاد تدهور الوضع الإنساني فقد نفذت شرطة سلسلة اعتقالات السادفة التيجرائي وتم اعتقال ما لا يقل عن ألف شخص بحسب الأمم المتحدة للاشتباه في انتمائهم أو دعمهم لجبهة التحرير الشعبية وسط دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي تحض على القتل والإبادة الجماعية تعكس المناخ المعادية للتيجرائي على نحو متزايد وفضلا عن الحرب ونزوح السكان على نتاق واسع يسمر الجفاف والفيضانات والأوبئة والجرات في توليد احتياجات ملحة في جميع أنحاء أثيوبيا أما الأمم المتحدة فهي منشغلة بدفع المتحاربين إلى التفاوض ومثلها الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الصحيفة الفرنسية خلصت إلى أن بعض دول المنطقة القريبة من أثيوبيا مثل كينيا تشارك بقوة في الوساطة لحل أزمة الصراع الأثيوبي غير أن دولا أخرى يبدو أنها تلعب ورقة المواجهة ومنها أريتريا المتحالفة مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد وهو ما يرجح أن تطول الأزمة وتتعقد مشاهدها قبل أن تجد طريقها للحل